مرسلة الغد ليلة خليل إذن ليلة دعوة رئيس ميشيل عون لحوار وطني شامل وأيضا تغيير نظام الحكم ماذا لقت من ردود فعل حتى الآن ومن أصداء وهل تحددت ملامح هذا الحوار العجل الذي دعا إليه؟ بداية ملامح هذا الحوار حدد ثلاثة نقاط تتعلق أولا بالمركزية الإدارية والمالية أيضا الاستراتيجية الدفاعية وموضوع خطة التعافي هذه المواضيع الثلاثة هي حصرها بدعوته للحوار رئيس الجمهورية لكن فيما يتعلق بردود الفعل وخاصة ردود الفعل من من هم معنيين بداية وأشار أوجه أصابع الاتهام إليهم بالتعطيل لم يصدر بعد أي رد فعل لا من الثناء الشيعي ولا من حتى أي من المنظومة موصفها بالمنظومة السياسية أي الأحزاب السياسية التي دعاها إلى الحوار اليوم المراقبون والصحف اللبنانية تحدثت عن أنه ربما هذه الدعوة إلى الحوار ستبوء بالفشل خاصة وأن رئيس الجمهورية هي ليست المرة الأولى التي يدعو فيها إلى الحوار هذا أولا ثانيا تحدثت اليوم الصحف اللبنانية على مدى اختلاف يعني على اختلافها تحدثت عن أنه لربما هذا الخطاب سيوسع من هامش الخلافات وسيعقد الأمور أكثر العقد وسيزيد من العقد السياسية الداخلية وستتأزم الأمور أكثر وأكثر وأننا قد نكون ذاهبون نحو سنة جديدة من الخلافات المستمرة والمتراكمة والتي ستكبر أكثر وأكثر في الأسابيع المقبلة خاصة وأنه لا بوادر بعد لأي حل هذا من جهة أيضا حزب الله وحركة أمل المعنيين أيضا بجزء من هذا الخطاب أو من هذه الكلمة لم يعلقوا بعد حتى هذه الساعة وقد يكون هناك تعليق من حزب الله يوم أو مطلع الأسبوع المقبلة على لسان أمينه العام قد يكون هناك رد على كلمة رئيس الجمهورية وأيضا اليوم منذ بعض الوقت علمنا بأن رئاسة الحكومة أو رئيس الحكومة سيكون له مؤتمر صحفيا سيتحدث فيه عن التطورات وبالطبع سيتحدث فيه عن موضوع التعطيل الحكومي لأن هناك استياء من رئيس الحكومة تجاه ما يحصل وعدم من عقاد جلسات لمجلس الوزراء بظل كل هذا الانهيار والتأزم الاقتصادي الذي نعيشه شكرا جزيلا لأخلي المراسلاتنا من بيروت